بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف سوف نتطرق إلى موضوعنا اليوم وهو الصبار في هذه المنطقة طرق إليها وهي منطقة قرية الرخام المعروفة قديما بمزرعة أولاد مرباح معروفة منذ القدم بتواجه كمية كبيرة من نبتة الصبار التي توجد محاذاة للطريق الوطني رقم 2 الرابط بين ولاية تيلمسان وعين تيموشن فهذه النبتة الصبار متواجدة بكثرة وحاليا عسل النحل يقوم بالثيقات الرحيق من هذه النبتة الصبار كما تشاهدون في الفيديو حاليا إننا في 15 من شهر جوليا يعني إنسان اللي عنده نحل مدى به في هذا الوقت ما زال وقته بشي يقطع نحل يعني حتى الحق تفوت لهذه النبتة الصبار اللي فيها فوائد عظيمة فوائد جمة نريد أن نذكره منها على هذه فوائد الصبار اللي ولعدنا الشفاء الجروح والحورو يستخدم الصبار لتهديئة تهييج يعني إنسان كي يكون عند حروق الله كما يدعم عملية الشفاء من الجروح تانية الجروح دعم عملية الهضم من الأحمق الأمينية والإنزيمات والمعادن والفيتامينات التي تسهل على الأمعاء التخلص من بقايا وفضل الطعام وبالتالي تقضي على المشاكل الإمساك وتحمي جسم من الإصابة بها لذا يتناول البعض عصير الصبار بشكل دوري كما يلعب الصبار دورا هاما في تقفيف أعرض الالتهاب القلون المعدة علاج الالتهاب المفاصل الروماتيس كما نقولوا الوقاية من السرطان تعزيز جهاز المناعة يعني إنسان اللي تكون عنده المناعة عنده قليلة وهو قويها بالنسبة للفوائد عسل الصبار اللي هذا اللي نحن نطرب كما نحكي لكم دروقات تطررون إن شاء الله هنكونوا قد فتناكم لهذا الفيديو وليعلي ما عجبوش شي تركوا ذلك عليك ورأينا هنا حنان باش نحسن المستوى إن شاء الله وكونوا عم حسن ظنكم إن شاء الله وتهلاوا في روحكم والسلام عليكم